اشتركوا في القناة نلعب معك لعبة ثانية اسمعها ماذا لو ماذا لو حرف شعلقة في الجو قوي بقى دلوقتي هنقول لك أسئلة وكل سؤال هينزل لتلت ثلاث صور تختاري منهم صورة لازم ومش عايزين بقى ايه مجاملة وتقولي لا أخد الثلاثة ولا لا أسيب الثلاثة لا لا ما تكمل ما تحرجونيش لا ما فيش إحراج دي كل حاجات افتراضية دي لعبة يعني لعبة؟ اه يعني كله خيال في خيال خيال يعني خيال يا جماعة محدش يزعل مني ده خيال بتقولي ده خيال خلاص وانا هتخيل معك يلا اول سؤال لو في مطرب تختاريه وهو يكون مطرب شعبي تفضلي حياتي كلها بترقصي على أغنيه يكون مين من التلاتة دول عدوية ولا محمد رشدي ولا حصل لاصمر بصي بقى التلاتة أنا بحبهم جدا بس طبعا أحب قوي أخويه وحبيب قلبي الأستاذ أحمد عدوية الله على الفنان الكبير بجد طب ايه أكتر أغنية بتحبيها الله علي الله أكبر عليك لو احنا خرجناك من جسمك وحطناك في جسم فنانة من يعني راقصة من الزمن الجميل تختاري تكون مين من الراقصات الحلوات دول سمية جمال ولا نعيمة عاكف ولا تحية كاريوكا لا تحية كاريوكا طبعا لأن انا شرباها خالص بحباها جدا أيوة وأحلى تحية كاريوكا أيوة طب قولنا يا ففا لو أنت دلوقتي هتقدمي برنامج خمسة مع راجل تختاري مين من المزعين دول أحمد موسى ولا توفي عكاشة ولا سعيد حساسين بصراحة يعني اللي أنا بحبه قوي على طبيعته جدا عكاشة طبيعته كده هو عسل يعني طبعا الاتنين التانين يعني طبعا أعرف أحمد أحمد موسى أحيانة كتير جدا بأتفرج عليه الطالت مين؟ حساسين ده الدكتور بتاع الأعشاب ده هو اللي خسسني هو أنا خسيت غير على إيده وأنت تتخسي ليه؟ أهم أنت شايفة خسيت حساسين لا يعني هما تلاتا كويسين لكن أنا أنت توفيعه كاش ويبقى لقاء السحاب أنا عايزة أقولك إن إيه بيتكلم على طبيعته خالص طبعا أنتو تقعدوا بقى تزغطوا البط والوزة ويا الله بقى لا أديله وإدي بقى أديله وإدي أقول لنا يا فوفا نعم تقولي المين من دول بلاش رأس بلاش رأس صفي نار ولا ألاق كوشنير ولا سمى المصري بلاش رأس كلهم لا أنا مش كلهم بس أريد أن أقولك حاجة الأجانب شاطريني قوي في الحفظ صفي نار بتحبيني جدا وشرباني قوي قوي يعني شرباني تحس إن حتى في طريقتها وكده فأنا بقول يعني الأجانب بيرقصه كويس قوي لكن مش أي حد يرقص برضه يعني هو ومش أي حد برضه ما يرقص يعني من حق ناس كلها ترقص صح ومش من حق إن أنا أقولي مين ما يرقصه لا ده واحدة وافتراض لا لا ولا حد خالص برحيتهم خالص يرقصوا بالطريقة اللي تعجبهم طب لو قلنا أضعفهم بلاش نقول إنها هتبطل خالص أضعفهم في الرأس مين مش عارفة رأيي مش عارفة إزاي فوفا دلت الخبرة دلت لجنة تحكم أنت اللي بتعلم واللي يعلم من اللي تعلم هم 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 يتعلموا بس مش الستايل بتاعي عشان أنا أحط تركزي معاك يعني مش مركزة معاهم خالص لأنه مش الستايل بتاعي بس ماشي لكن بتكلم عمتا كل واحدة لها الاسلوب بتاعها طب بص يا فوفا قولي أنت المدرسة يعني أنت أصلا اللي بتعرفي تحكمي على كل أنواع الرأس فلو افترضنا يعني هقرب لك الموضوع شواء أنت في لجنة تحكين ومثلا قدامك التلات متسابقات دول وهتختري واحدة بس منهم أنا همين اللي بترقص مظبوط مين ما هو أنا بقولك اللي بترقص مظبوط يبقى مين فيه ولا واحدة ولا واحدة لأن اللي بترقص مظبوط مش اللي هم بيعملوه اللي بيعملوه حاجة واللي بترقص مظبوط حاجة تانية خالص يبقى فوفا طيارة التلاتة يالله بقى بالسلامة يالله واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده طب قولنا يا فوفا لو عملنا فيلم تايتانيك بس بالمصري تمام مين اللي يعمل دولي يوناردول هو شاك فكرة شاك طبعا مين بقى اللي يعمل جاج بقى قدام في في عبدو؟ لازم اختار اهو 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 احمد فتحي ولا بيومه فؤال ولا عبد البسط حمودة ازاي دولم يعملوا تايتانيك؟ ده شاك ايه؟ شاك يا روز كمان؟ ايوه انا شاك يعني ازاي تعملي دولم تايتانيك بقى قولي يعني استكمالها اللي قصة أشجان وعازمي مثلاً صح؟ أشجان وعازمي لا أشجان وعازمي دي حالة عادية جداً هم عملوها يعني ستوري وده حلو هي كسة حلوة جميلة قوي بس فيه تشابه لكن اللي انت جايبها هم لي دولم ولا واحد منهم ينفع اعمل معي يعني افتراض ليه افترض ليه؟ والنبي كفاية عملت جبيلة كل تلاتات 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 ما في افتراض من هنا للحمام التلات والنبي يا فوفا تختارلنا واحد اختار اعمل معي بيوم فؤال يبقى شاك هو بيوم فؤال ومبروك عليك الدور يا أستاذ بيوم ايوه بقى وبعد ما اختارنا ليونارد وفؤاد دلوقتي يعني اسألي لو تتجاوزي واحد من دول لمدة اسبوع افتراض ان انت مش متزوجة وهو مش متزوجة ده افتراض وخيال افتراض انا افضل اتخيل كده يعني جايبها لي كل سؤال هي الفكرة كلها خيال علمي كلها خيال علمي هم كلما الله يرحمهم اصلا هاتشو لا والله تختار رشدي ابوازا ولا احمد رمزي ولا عمر الشريف من يبقى زوجفي في عبدو لمدة اسبوع واحد بس عشان انا هاخده بعد كده لا انت تخديم ماتوا بقى يعني نجبه من ايه اللا احنا منتخليل نفترض潤 احنا منتخيل عنو في ايامها المترجم ماتخاذ اللي متجاوز غوازا يبقى عمر المتجاوز ده الستات اللي بيجاوزوه بيقوله كده بس انا حابوا قوي انا حيبهم احنا حاوبة ثلاثةة يجننوا بس ممكن نبقى عمر الشريف يعني انت قلت الما كوله احرائي عايز عمر الشريف حلا انا قلتك هتقولي اللي ما تجاوزش غوازا معاليك من تجاوزه يعني العجب الستات دي كلها لازم انا اقول اه هو ده اه ده انت مختلف بقى واستيارتك اسبش يا الاردر ايوا بقى ايوا بقى يا فوف ايوا بقى خليهم براحتهم وانا بتكلم بقى ده لا سأفى بقى العمر الشريف اللي خطف العلامي بقى طب قولنا يا فوف قولي فوقت نظرك مين من الممثلات دول تعمل مسرح استعراضي نيلي كريم ولا دونيا سامير غانم ولا غدا عبد الرازق هم التلاتة عملوا مسارح عبل كده بتهيق ليه مش جديد عليهم لا دونيا لسه ما عملش مصرح طب بلسه ما عملش مصرح بس طبعا ابن الوز عوام فننة للنخاع يعني ما شاء الله عليها طبعا كلهم ممكن ينفعوا يعملوا يعني مسرح استعراضي مش عاوزة كلام لاني مش معجزة ابدا انهم بيرقوسوا كويس طب انت من وجهة نظرك مين احسن واحدة فيهم تعمل المصرح برضو ثاني هيقولولي افتراض افتراض لا كلهم بس اللي ممكن بقى تغني وترس وكده طبعا حبيبة قلبي دونيا يبقى دودي اكتر يا دودي ايوا بقى ايوا بقى طيب يا فوف لو انت تلعتي من جسمك وهندخلك في جسم واحدة من فنانات زمان تختاري تكون مين سعاد حسني ولا هند و رستم ولا شادية لا هند و رستم ايوا بقى الديني في الويست جاري على هند و رستم يلا بقى طبعا كلهم بحبهم طبعا لا جماعة بس هند يعني احنا مش في الزمن ده اللي الناس كلها اصناعي لا ده ده الزمن الجميل الزمن اللي هم كلهم على طبيعتهم الثلاثة اللي جيبتهم ما شاء الله كل الجيل القديم كان لا كان في تجميل ولا كان في حاجة دلوقتي ممكن تعملي اي حاجة في الدنيا ممكن الرجل يبقى ستة زي الأمر تخيالي دي صح طبعا في الزمن الحلو ده اختار كل الأنوسة طبعا طبعا طب بصي بقى السؤال اللي جاي ده هنفترض انه انت يا ففة هتختاري واحد من دول تتجوزي ده افتراض انت هتطلقيني من هنا هتطلق لا يا حبابتي اسملة عليك همالة عمالة تقولي افتردي افتردي ستة متجوزة طب الحل ايه درواتش هتطلقيني مرتد VISTA افتردي 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 conquered ان دي محرف قطع هendy ب Stromتماب عامة الليجي لماذا لو anunciش ماذا لو خلاص ماذا لو أنا ماذا لو استطلاق الخ ville هذه اثنانت iments بس هتغيت واحد واحد ماذا اوكي اوكي فلو قلنا دلوقتي مبين احمد مكي واحمد السق ففة تختارٍ من تمتلك؟ السق يبقى السق طيّر ميكي أيوة فوفّة طيّب ولو ما بين الثقّة وأحمد عزيز تختاري مين؟ الثقّة ولسّا الثقّة ما تكمّل معانا طيّب وما بين الثقّة وحلمي هم كلّهم رجالة كويسين بس مش الفكرة في كده ده افتراض افتراض وانت يعني ملكيش سؤال من دولا لا افتراض انت ملكيش محمد تتجوّزي مين في يوم؟ حمائي حمائي؟ اواتجوزهم كلّهم يا سلام ايوة يعني ليكي انت باكيش وانا أختار وأقول لا انت ممكن لنجيكي واحد وواحد كدو ماشي؟ يعني اختاري ولا هترسل عليه في الأخرة هتلاقيني لفّلك واحد تانية دي معاك تقول انا؟ طبّا انت تلفي المجموعة اللي هتاخديها أنا أخدهم كلّما أنا صاحبة المحل بعد أنا عندي كتير جوّة في المغزة يلا بقى يلا بقى يفوف ايوة طيب اختارنا بقى ما بين الساقة وحلمي هفضل الساقة برضو لأني سيب حلمي الليمونة زكي أصيلة أصيلة والله يا فوف انت معجبة بالساقة يا فوف قولي كدو لعلمت بقى الساقة ده أخويا طبعا حلمي أخويا كلهم أخواتي لكن أنا بقول طبعا ما شاء الله عليه وربنا يخلي له زوجته والأولاده يعني ربنا يخليه ما شاء الله يا رب طب قولنا ما بين الساقة وكريمة عبدالعيز تختاري مين؟ اختاري لتنين لا واحد لا واحد لسه محنا مش هاسيبلك ولا صانت طب باز لا لتنين أقول لي آخر حاجة ممكن أخليك تختاري فيها اتنين لكن احنا لسه فآخر حاجة هقول فاضل أربعة ثور فقولنا تختاري مين دلوقتي؟ في مين؟ ما بين الساقة وكريم لا كريم بقى يا رساء اهو 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 داخل بقى يجمل يمين؟ حبيبنا يا كريم اهو بعد العشرة دي كلها تخلي عن الساقة شفت أنا عارفة أنا كتطلع نادلة أنا عارفة أنا كتطلع نادلة في الأخير أنا عمالتي حسين لسه لا بشغالة يعني عادة توقعيني في الفخ ده والله أبدا شفت إن أنا ممكن أعف برضه ده أنت حاببتي لا يا فوفة أنا عيش ولا كان اللي يوقعك في فخ وبعدين ده افتراد وخيال افتراد وخيال اهو يا جماعة افتراد وخيال اهو اهو طب قولنا ما بين يوسف الشريف و كريمة عبد العزيز تختاري مين؟ كريمة عبد العزيز أنا قلت شكلك كريمة والله ليست كريمة والله كريمة اهو كريمة جمامة اهو حبيبت ربنا يخليه لك يا رب حبيبت ربنا يخليه لك يا رب